بيبدأ فيلمنا مع توم وابنه ديفيد اللي كانوا موجودين في طيارة علشان توم عاوز ينط بالبرشط ودي بقى كانت هويته فيقول لديفيد ان هو ينط معاه بس بيكون خايف فينط توم لوحده علشان ينزل فوق البرج بتاعه اللي كان لسه بيبنه جديد واللي المفروض هيكون اطول برج في امريكا الشمالية كلها وبيرجع بعدها للشركة بتاعته علشان يلاقي ايان المساعد بتاعه عامل اجتماع مع مجلس الادارة وده كان بيقدم ورق لتوم بيقوله ان فيه ناس عارضين مبلغ كبير جدا وصاد انهم يشتروا الشركة وكمان البرج بس توم مش بيكون هم الفلوس على قد مهمه ان البرج بتاعه يكون اطول برج في امريكا الشمالية كلها اما في البيت بتروح لارة اللي هي بتكون زوجه توم لعند بنتهم ريبيكيا علشان تلاقي انها عاملة بتتفرج على ابوها في التلفزيون وده بقى بسبب ان ابوها مش بيقضي معها وقت كبير بسبب شغله فتفضل تتصل به بس هو مش بيرود وده بقى علشان هو موجود جوا الاجتماع وهنا يخلي ايان هو اللي يرد عليهم وبيعرف مجلس الادارة ان هو لي في الشركة 51% من الاسهم وده هيخليه صاحب الرأي ورأيه هو ان هو مش هيبيع البرج فيدخل ايان لعند ديفيد علشان يقوله العرض بتاع بيع البرج ولكن ديفيد بيقوله ان المبنى المنافس ليهم هيكون اعلى اصلا وانهم محتاجين يتوالوا البرج بتاعهم عن طريق انهم يحطوا قبة على السطح فيدخل عليهم توم وبيدي لديفيد شنطة وسيبلو عليها ورقة وبيقوله فيها ان ده هيخليه راجل علشان دي بتكون شنطة برشوت ويرجع بقى توم لبيته علشان تفكروا مراته بعيد ميلاد بنته وللمفروض يكون بكرة وانه هو لازم يشوف بنته عايزة ايه في عيد ميلادها ويجبه لها وتقوله كمان انت مربي ديفيد على انه ينسى زيك بالزبط لان ديفيد بيبقى ابن توم من واحدة تانية وعلشان يتقرب من ابوه قد مع الشغل اللي في الشركة معاه وبعدها بيروحوا كلهم لحفلة خيرية واللي كان بيعملها هم توم وكمان لارا ودي بقى بتكون للاطفال وكمان بياخد بنته بعدها علشان يسألها على الهدية اللي هي عايزاها فبتقوله هدية كل سنة وانها عايزة قطة ولكن توم بيبقى ما بيحبش القطة خالص وبيعمل بقى اكتماع بالموظفين بتوعه علشان يعرف المفروض يعمل دلوقتي مع بنته ويوم الحفلة بتوصل مادسون واللي بتكون طليق توم علشان تساعد لارا في تجهيزات عيد الميلاد ولكن كلامها بيكون زي السم كالعادة وبتفضل تقول لها ان احلى يوم في حياتها كاللما اطلعت من توم وفي الاجتماع بيقول ديفيد لتوم ان هو لازم يجيب لبنته الهدية اللي هي عايزاها فيشوف توم الساعة عشان يعرف هنا ان هو اتأخر فيقوم رايح بسرعة لارا المحل بيباع حيوانات ويروح هناك بسرعة بالعربية لكن اول ما بيوصل بتنط قطة معينة معافل عربية وبيدخل بعدها للمحل اللي كامل ينبل قطة بس واللي بيقدم نفسه بيقول له ان هو اسمه بيركنز وده بيلاحظ ان توم مش بيحب القطة اصلا لكنه لازم يجيب قطة لبنته وده بقى علشان عيد ميلادها وبيظهر بقى القطة اللي كان موجود برا على عربية فبيقول له بيركنز ان القطة خلاص اختارك وان هو فقط بالفعل سبع ارواح ويشوف توم في التلفزيون عمال بيقول ان البرج المنافس بتاعه هو اطول برج في امريكا الشمالية وبياخد توم القطة علشان يمشي ولكن تلفونه بيهر ان هو ماشي فبيقول له بيركنز بلاش ترد على التلفون دلوقتي وانت عندك حفلة ولازم تلحقها ولكن توم ما بيكونش مهتم الكلام وبيرد على ايان واللي بيطلب منه ان هو يقبله على سطح البرج بتاعه وبيعرفوا بقى ان المنافسين اتغلبوا عليهم وبرجهم بقى اعلى وبتيجي بقى عصفة وفجأة كده بتحذف توم من على الحفة وده كان على واشك ان هو يقع بس كان مسك في القفص اللي موجود في القطة فيطلب من ايان ان هو يساعده ولكن ايان مش بيعمل اي حاجة علشان في الاخر يقع توم القط ولكن بيتعلق بالقفص في دور من ادوار البرج وبيتنقل بعدها للمستشفى وفجأة كده بيشوف نفسه قدامه عن نقالة وده بقى روحه دخلت لجوة جسم القط وتوصل بعدها لارا للمستشفى عشان تعرفها الدكتورة انه توم دخل في غايبوبة ومحدش عارف هيفوق منها امتى فبيفضل توم واللي كان موجود جوة جسم القط عمل بيسرخ علشان يعرفهم ان هو هنا فبتاخدوا لارا معاهم وبتطلعوا بره بتدخل ريبيكيا وكمان ديفيد علشان يبصوا على ابوهم وهنا بيزهر بيركنز وبيتكلم مع توم وبيعرفه ان هو يقدر يفهم كلامه وبيطلب من توم يفكر الفترة الجاية في ازاي حصله ده وبيعرفه ان لو جسمه مات وهو في غايبوبة هيفضل في القط ده مدى الحياة وبيروحوا بعدها للبيت واول ما بيفتحوا القفص بيجري توم على مكتبه علشان يفكر ازاي هيعرفهم ان هو تحبس في جسم القط وبيحاول يكتب بقى في ورقه لكن الموضوع بيبقى صعب جدا بسبب المخالب اللي بقت عنده فيفضل يخبط نفسه في البار وبعدها يفضل يكسر في البيت لحد ما في الاخر بينام وفي تاني يوم بتروح له لارا علشان تأكله وبتلاقي الطبق اللي كان جاي معاه مكتوب عليه اسم فيزي وبتقدم له بقى اكله قطط ولكن توم بيقرف منه ومش بيرضى ان هو ياكله اما بقى في الشركة بيسمع ديفيد ايان واللي كان قاعد مع مجلس الادارة وده بيحس ان فيه حاجة غلط عمالك تحصل فبيروح البيت عند توم وبيدخل المكتب بتاعه علشان يكمل الشغل اللي المفروض كان يعمله توم وفي نفس الوقت اللي بتيجي فيه مادسون والكلب بتاعها واللي فضل يجر ورا توم لحد ما جات ريبيكيا وانقذته وبتجي لها بقى بنت مادسون واللي بتكون شباهها حرباية وبتربة الكلاب بتاعتها فبيمسك توم الخيط وبيكتب كلمة توم عالارض على امل ان اي حد يفهمه ولكن بيسمع مادسون وهي عملة بتغلط فيك العادة فبيروح يعمل حمام في شنطيتها وبتفضل بقى تجر وراه ولكن بيهرب منها وبتاخده بقى ريبيكيا وبتلم لارة الخيوط اللي كانت موجودة على الارض بعد ما ريبيكيا اخدت بالها منها وفي تاني يوم بتصحى لارة علشان تلاقي توم مقطع دفتر العنوين كلها وماسك ورقة موجودة فيها عنوان بيركنز وفي الشركة بيحاول ديفد ان هو يعرض فكرته علشان يخلوا البرج بتاعهم اعلى برج ولكن ايام بيرفض الفكرة تماما هو المجلس لانهم بيكونوا بيتعاملوا مع توم على انه ماد خلاص وفي البيت بقى بيوصل بيركنز واللي اتصلت بيه لارة علشان يجي يشوف القطة ده واول ما بيدخل بيطلب منه توم يقول لهم على كل حاجة ولكن بيركنز بيطلب منهم ان هم يسيبوه لوحده شوية مع القط وبيتكلم بقى مع توم وبيقول له انت بتتصرف زي الوحوش لازم تحسن من سلوكك ويعرفه ان هو ممكن مايفوقش من الغيبوبة ويفضل بقى في جسم القط للأبد فلازم يتأقلم معاه فياخده بعدها ويطلع به لارة وبيقول لها لو ما كانش الاكل اللي بتحطه له وعمل مشاكل يبقى محتاج دكتور بيطاري عشان بقى يجبر توم واللي بيبقى جعان جدا ان هو ياكل اكل القطة اللي بتحطه له لارة وبيسمع بقى لارة عمالة بتتكلم في التليفون مع واحد اسم جوش وبيطلب منها ان هي الجيلو دلوقت فبتجاهز نفسها علشان تنزله فبينزل وراها توم ويركب بسرعة العربية من غير ما تاخد بالها علشان يعرف مين هو جوش وفي الشركة بيلاقي ديفيد ناس غريبة وبيدخل لآيان علشان يعرف ان هو بيبيع في الشركة كلها وبيطلب منه آيان ان هو هياخد الفلوس لما يبيع الشركة ويكبر دماغ خالص من توم علشان يعتبر انها مات فتوصل بقى لارة لعنده جوش وبيفهم توم هنا ان ده سمصار وكان جاي ببيت لارة علشان كان بتفكر ان هي تسيب توم واللي مش مهتم بيها ولا ببنتها ولما بيلاقيه بيحط ايده عليها بيتعصب جدا وبتاخد لارة بالها فبتاخدوا بقى العربية وبتقول لجوش انها مبقاش ينفع تسيب توم خلاص وبيرجعوا بقى البيت وبيعد توم يتفرج على بنته واللي مشغل فيديو لابا هو عمل بيرقص معها زمان فبيلعم معها شوية والاغاني شغالة وده بقى علشان ما يخليهاش حزينة وده بيبقى متضايق جدا ان هو ما قضاش معها وقت اطول من اللي هو كان ما قضيه معها ده لو كان قضى معها وقت يعني وبعدها بيروح ديفيد لعند لارة وبيعرفها ان ايان خانهم والشركة هتتبع بكرة بعد افتتاح البرج ويجي بقى ديفيد ويحاول ان هو يقنع لارة ان هي تيجي معاهم لفتتاح البرج وبيقول لها مفيش امل من توم لازم يشولوا من عليها الاجهزة عشان يموتوا خلاص فبيهجم عليهم توم ويفضل يخربشوا بعدها بيدخل الشنطة مع ريبيكيا وهي ماشية وبيتفاجئ انها راحت المحل بتاع بيركنز وبتقول له انها حسب حاجة غريبة ناحية القط ده وكأن ابوها موجود جواه فبيشغل بيركنز الاغنية اللي كان بيرقص عليها توم وبنته زمان وبيروح توم ويرقص معها نفس الرأس علشان تتأكد ان هو ابوها واللي موجود جوا القط ده وبعدها بتروح المستشفى لعند امها لان المستشفى كلموها وعدولها ان خلاص مفيش امل من توم ان هو يرجع للحياة من تاني يعني وخلاص هيشيله من عليه الاجهزة ولكن ريبيكيا بتقول لها ان ابوها محبوس جوا القط ده واللي موجود معاها فبتقوم واخدها لغرة لبرة القوضة علشان دي فاكرة ان دي مجرد اعراض الصدمة فيسمع توم ديفيد وهو بيكلم جسم توم وبيقول له انا خسرت كل حاجة وخزلتك ودلوقتي جا الوقت اني انط زي ما انت كنت عايزني ولكن المرة دي هقفز من فوق البرج عشان تبقى اخر نطف حياتي فيجر وراء توم عشان يحاول يمنعه في نفس الوقت اللي بيعرف فيه انهم خلاص هيفصلوا الاجهزة عنه خالص وبتطلب من ريبيكيا ان هو يجي وبتقول له تعالى يا بابا عشان تعرفهم ان هو جوا الوقت ده وما تخلهمش يفصلوا الاجهزة عنه ولكن توم لأول مرة ما بيفكرش في نفسه وبيجري بقى وراء ديفيد اللي هو هينتحر خلاص ويطلع بقى وراه ويحاول ان هو يمنعه لكنه بينط فينط وراء توم ولما بيشوفوا ديفيد بيقرر ان هو يفتح البرشوت وبيقع توم عشان يموت وبينزل بقى ديفيد ويقول لكل الحضور انهم مش هيباعوا الشركة ولا البرج بتاع توم ويجي له بقى اتصال من لارة تعرفه ان توم اخيرا فاق فيمشي ايان واللي كان خلاص خسر شغله بعد ما راجع توم للحياة من تاني وكان عمال بيتكلم في التليفون مع واحد علشان يشوف له شغل لحد ما ظهر بيركنز وقال له بناش تكمل المكالمة اللي انت بتعملها دي بس ايان ما بيكونش مهتم لحد ما تيجع عربية وتخبطه ويدخل هو كمان في غيب هوبا ويجي له بعدها بيركنز بعد ما خلاص بقى موجود جوا قطه هو كمان علشان يعيش نفس التجربة اللي كان عاشها توم لحد ما يبقى انسان كويس وبعد فترة بيروح توم وكمان بنته لعند بيركنز علشان بقى يشتروا قطة لبنته ريبيكيا فبيطلع بيركنز القط فيزي واللي كان محبوس فيه توم وبيعرفه ان هو فضله حياة واحدة بعد ما استهلك التمن ارواح وقرر ان هو يقضي اخر روح من التسع ارواح مع توم وبنته وتكون دي النهاية وبس كده